انت محرضك مع تقديم استقالة جماعية المجلس يدارش نادي الزمالك الحالي ولا يفضلوا زي ما هما فيه انتخابات تكمل ايه؟ معاني اتجاه لو عايز صالح نادي الزمالك اه الناس دي تتمشي خالص ايه؟ الناس دي تتمشي خالص تتمشي خالص اه تنزل تقعد في الجناية كده تشبقها وشائقها نوسها نعد وعامل كلهم من اولهم لاخيرهم تمام ده لو عايز مصلحة نادي الزمالك ويجي ناس محترمة اي حد مش فرق معي انا مش برضو جاي عشان الم مع مثلا محد معين احسين لبيب محسوب عليها هندبول انا اساسا هندبول اوكي وفي نفس الوقت طبعا اشتغلت معي فاحسين لبيب وصديقي وحبيبي يعني وكل عضايا اللاجنة الحية فانا مش جاي والله انا اي حد اي حد كابتن احمد سليمان راجل محترم كابتن كشام ناصر راجل محترم احسين لبيب طبعا اي حد الافضل صح نادي زمالك المجلس يقدم اي حد يكون في البعض بيشوف ان الافضل ان المجلس يكمل وبعدين في الانتخابات الجاية بقى فيه من مجلس جديد مش مع التجاه ده حاليا لا انا مع التجاه ان كل يمشي بفيه انتخابات جديدة كلها طبعا ان كل يمشي لكن في حاجة الناس برضا تستهروا بس انا موضة افكر شوية انا شايف ان الاستاذ مرتضى يرجع تاني يرجع فين؟ يرجع يمسك المجلس تاني وموضوعتي سابق او معزول اه انت عايزوا يرجع اه انا عايزوا يرجع ليه؟ عشان يكلم له الخراب فالناس تفهم بقى وتعرف الله حق عارف زي الاخوان الاخوان عارفوه امتى اه لما خربوها فالناس ايه كانت بتعطف معها في الاول يقول لك لا او تظلموا ناس كويسة ومش هاز كويسة طب لما خربوها حصل ايه مص كلها طلعت في الشوارع مش كده؟ مع الفرق في التشبيه طبعا يعني معلش برد لان دي كانت حب بصف صراحة صعبة جدا صعبة جدا برضو اه انا مش بتهموا بالنوع اخوان يعني لا بكالم كمثال ولا حتى كتشبيه كمثال ما يعني ده رأيي تمام فانت النهاردة لا خليه كمل لما يجب ضرفة وبعد كده نبتدي من جديد طب ما هو كده نادي الزمالك حلوها لا خليه كمل ازاي لو وجد نظر حاج شايف انه هو كده المجلس ده هيبقى عنده مشاكل كتير جدا وعودة الراجل برضو هتبقى عاملة مشاكل كتير جدا انا بقول كده من غلبي يعني من غلبي ليه بقى حضرتك يعني النهاردة انا النهاردة مجلس المجمد هو مشي ليه جمد ليه عشان مخالفات مش كده ده حاجة مخالفات موجودة في حاجتي موجودة في تقرير الوزاري اللي كان بقيادة الجاز المركز المحاسبات ماتين وسبعين صفحة بستة وتسعين مخالفة ستة وتسعين مخالفة ده المحاسبات ايوه تمام منهم بقى تاخد منهم اللي كتبت فيه القرار الوزاري بتجميده مش كده ايوه واعد سنة برا احنا بنطالب ان هو لازم نبقى فيه شفافية نعرف نتيجة هذه المخالفات ايه والله الراجل مصدوم فيها نعتزله نعتزله مش مظبوط فيها يتحاسب فالنهاردة انت النهاردة ستة وتسعين مخالفة في بيتين وسبعين صفحة اتذكر فيها اتذكر فيها تسع عشر مرة تسع عشر مرة كلمة شبهة اهدار المال العام اختلاس ادرار بالمال العام موجود انا ما بجيبش حاجة من عندي خلاص الاضرار بالمال العام اهدار المال العام اختلاس شبهة يعني كلمات صعبة قوي اه اه ماشي شبهة دي المخالفات. دي المخالفات. لما تتكرر في التقرير دي وتتكتب بعضها يتكتب في القرار الوزاري بتجميد المجلس. وبعدين ولا حاجة من ساعتها. ولا نعرف بقى اي حاجة في ايه. طب صحة غلط. والله لو غلط. نحتاج توضيح حضرتك. أنا آسف معلش. الوزير نفسه لازم اعتذله.